محمد جمعة بزيك مواطن ليبي من سوق الجمعة طرابلس من موليد 1955 هو الأكبر من بين عشرة إخوة خرج من ليبي عام 1978 إلى لوس أنجلوس الأمريكية من أجل الدراسة قصص حزينة عاشها محمد مع المرض حيث توفيت زوجته قبل سنتين بسبب مرض الصرع ولديه ابن اسمه آدم يبلغ من العمر 19 عاما مصاب بمرض هشاشة العظام والتقزم ويتحرك داخل المنزل مستخدما لوحة تزلج صنعه والده خصيصا له هذا الأمر جعل محمد يقف مع كل مريض وجعلته الغربة ملجأا وحضنا لعشرات الأطفال فهو الرجل الذي كرس حياته للعمل على رعاية عشرات الأطفال المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة في منزله بمدينة أزوسا بلوس أنجلوس الأمريكية أكبر المؤسسات الإعلامية العالمية أجرت مع محمد لقاءات تلفزيونية وعديد الصحف الأمريكية كتبت عنه مقالات مطولة كرم عديد المرات من حاكم مدينة لوس أنجلوس ومن وزارة الأطفال والشؤون الاجتماعية بالولايات المتحدة لم يقتصر نشاط محمد على هذا الجانب الإنساني فقط وإنما تألق أيضا في جانب الرياضة وتحصل على جل القلائد في ماراثوني الركض الطويل أكثر من 82 حالة تعاني من أمراض مزمنة على مداري 30 عاما قابلها محمد في بيته لا لشيء وإنما من أجل كسب الأجر واحترام الإنسان وحقوقه وأعطى محمد رسالة جميلة في الولايات المتحدة الأمريكية عن الإسلام ورحمته ورسالة أخرى بأنه من دولة اسمها ليبيا ومن منطقة تسمى سوق الجمعات بطارابلس ترجمة نانسي قنقر